اشتركوا في القناة موسيقى احباء المشاهدين في كل مكان في العالم برحب بكم وبحييكم في أجواء الكريسماس وأعياد الميلاد ورأس السنة والمناسبات الرائعة اللي بنعيشها واللي بتفكرنا بأيام رائعة جدا وسنين طويلة جدا كان الله معتني بنا كلنا مع بلادنا العربية الحبيبة هنحتفل بعيد الميلاد المجيد بعد بكرة بنعمة الله يوم الجمعة عشان كده بنقول لكل المشاهدين في البلاد العربية وفي أوروبا إلا هيحتفله معانا كل سنة وإنتوا طيبين من حراس على الأصوار فعلا بنقف قدام الرب ونعظم النعمة الغنية والنهاردة عنوان الحلقة بتاعتنا الله ظهر في الجسد الله يظهر في الجسد نعم الله قد ظهر في الجسد هو حي وإلى أبد الآبدين سيظل حي يشرفني يكون معايا في الأستوديو النهاردة الأخ إلي يا كرولوس غني عن التعريف أهلا بيك يا رجل الله أهلا بيك اخت سلوة فرحان جدا أشوف حضرتك ربي بركك وأكون معاكم في البرنامج كون في قناة الكرمة الغالية على قلبي جدا ربي بركها شكرا ليك وكل سنة وأحبقنا المشاهدين في كل مكان وهم طيبين آمين 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 كل سنة وإنتوا طيبين أحبقنا حنقرأ عددين من سفر إشعياء النبي في الأصحاح التاسع عدد ستة وسبعة إشعياء النبي أصحاح تسعة عدد ستة وسبعة بتقول كلمة الله الآية المحفوظة لدينا جميعا لو معاك كتاب مؤدس افتحه ولو خفز الآية قول معنا بتقول كلمة الله لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام لنمو رئيسة هو للسلام لا نهاية على كرسي داود وعلى مملكته ليثبتها ويعضدها بالحق والبر من الآن وإلى الأبا خلونا نصلي مع أخونا الأخ إليه ونكمل الحلقة مع بعض تفضل يا أخي إليه يا أبا أنا نشكرك من كل القلب لأنك في محبتك لنا ومحبة الله القاب للعالم شكرك بذلت وحيدك نعم نزل الله شخصيا متجسدا الأمر اللي محير الناس من ألفين سنة وسيظل أمرا محيرا شكرك يا رب لكن ما أروع ابنك الحبيب يسوع المسيح وهو بيقول أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض لأنك أخفيتها عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال نشكرك لأجل الروح القدس اللي خلانا نؤمن ونقتنع إنه يسوع هو رب بارك حلقتنا وظهر ذاتك عرفنا شخصك مين يقدر يكلمنا عن شخصك اللي روحك اللي قلتلنا يأخذ مما ليه ويخبركم مش عايزين معلومة للراس لكن عايزين إيمان يثبت في شخصك وإيمان يتعمق فيك واسكر كل بعيد هالك ليعرفك الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته في اسم المسيح لك كل الحمد آمين مبارك اسم الرب أحب أن أخلونا نسمع ترنيمة ونرجع لكم تاني علشان نتكلم مع بعض اشتركوا في القناة 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 مبارك اسم الرب يسوع المسيح هو ابن الله فعلا نشكر الرب جدا لاجل النعمة التي نحن فيها مقيمون لان عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد اخي لي بلاحظ ان ناس كتير يبقوا عاملين تمثال وحطين قدامه بسكوت واكل وعيش وهدايا وبيتعبدوا ليه يعني فيه مطاعم بتعمل كده وتدخل تلاقي تمثال ازاي الالهة تصنع بأيادي بشرية ازاي هو دوت الخدعة الشيطانية اللي ابليس اراد ان يخدع بها قلوب البشر ويصور لهم الاله بالشكل اللي هو عايز يصوروا ليهم بحيث ان هو يأما يرعبهم من الاله فيعمله بصورة وحش او يحقر الاله فيعمله بصورة زبابة فبعلي زبوب كان اسمه معنى اسمه اله الزباب وهذه فكرة العدو لكن ما اروع كلمة الله اللي قال عنها الكتاب بنورك نرى نورا الرب في سفر الاشعية قال لهم آية حلوة قوي قال لهم هي الاله اللي بتتعمل وتدأ بالمطرقة ويعملها السباك هي دية اله قال لهم كده في اشعية 44 لو تسمحي لي اقرأ اه تفضل بعض الايات اشعية 44 وعدد 9 او اقرأ من عدد اخر عدد 8 اشعية 44 8 لما قال لهم الرب هل يوجد اله غير ولا صخرة لا اعلموا بها الذين يصورون صنما في عدد 9 الذين يصورون صنما كلهم باطل ومشتهياتهم لا تنفع وشهودهم هي لا تبصر ولا تعرف حتى تخزى من صور الها وسبك صنما بغير نفع وبعدين في الآخر يقولهم يجتمعون كلهم يقفون يرتعبون ويخزون معا لما روح للعهد الجديد برضو بيأكد على هذه الحقيقة هأرى من كورنسوس الأولى تمانية كورنسوس الأولى تمانية وعدد خمسة بيقولهم إن كان الناس بتقول في آلهة كتير وبيصوروها بطريقتهم لكن في إله واحد يقول الكتاب لأنه وإن وجد ما يسمى آلهة سواء كان في السماء أو على الأرض كما يوجد آلهة كثيرون وأرباب كثيرون لكن لنا لنا إله واحد حلو أو التعبير دوت لنا إله واحد الآب الذي منه جميع الأشياء ونحن له ورب واحد يسوع المسيح الذي به جميع الأشياء ونحن العدو توه الناس في خدع كثيرة آلهة كثيرة لكن شكرا للرب الكتاب المقدس اللي يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس آلهة الناس لها أذان ولا تسمع لها أعين ولا تبصر لكن عندنا عرفنا الإله الحقيقي وده ما جيء المسيح هذا فل الأرض لما يقول في يحنى 17 لكي يعرفوك أنت الإله الإله الحقيقي وحدك ليه لأني الإله الحقيقي تسلوى لأن فيه آلهة مزيفة آي والإله الحقيقي وحدك وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته هذا صحيح لأن فعلا الإلهة التي لا تتكلم كيف تعبد صحيح أعرف يا أخي إلي سمعت من واحدة أخت فاضلة اليومين اللي فاتوا بتقول لي جماعة من السيخ الهندوس كان فيه ستورم جاي عليهم جامدة وقالوا إحنا حنصلي الآلهة بتاعتنا تمنع الستورم اللي جاي دي جات في النيوز في الأخبار فقالت لي وللأسف جات الستورم ودمرت بيوت كتيرة وأوضاع كتيرة وهذه الآلهة بتاعت السيخ الهندوس دول لم تنقذهم قاتلي عرفة هما فقام السيخ الهندوس ومسكوا الآلهة دي ورموها في البحر وتخلصوا منها قالوا لها إذا كنت أنت مش قادرة تخلصينا وتحمينا وتحفظينا هنعبدك لي مزبوط كده فعلا عملوا حاجة صح بس هم عملوا النص الأولاني صح لكن النص التاني مش عارفة بقى ربنا يكمل معاهم يعني اكتشفوا زيف الآلهة لكنهم لم يعرفوا الإله الحقيقي وحده وعلى فكرة احنا مش أحسن حالا الكتاب يقول وهكذا كان أناس منكم لكن شكرا للرب يقول لنا عنه الكتاب الذي أبطل الموت وأنار لنا الحياة الحياة والخلود بوسطة الإنجيل ولا يقدر أحد أن يقول أن المسيح رب إلا بالروح القدس إلا بالروح يعني لنا أن الروح القدس عمل فيها وحضرتك صح كنا زي السيخ والهندوس وعبدة البقر إلى آخره صح بنعبد أصنام صناعتها أياد البشر وعشان كده حتى الشعب لما طلع في البرية وموسى طلع علشان ياخد الوصايا ولوحي الشريعة من الرب على الجبل الشعب قالوا لهارون فين موسى إحنا مش عارفين وراح فين وفين الأليهة اللي نتعبد لها فعملوا إيه بسنع لنا أليهة تسير أمامنا وده قلب حاجة الخدعة الشيطانية لقلب البشر عايزين حاجة ملموسة قدام بس هم شافوا عمل الله الرائع وإزاي شق البحر قدامهم وعبروا ودخلوا في صحراء سيناء وكل حاجة وفي الآخر يقولوا أين آلهتك يا إسرائيل عبرانين تلاتة يقول لأنهم لم يؤمنوا شافوا العجائب وشافوا المعجزات ولم يؤمنوا يا يسوع وبأكثرهم لم يصر الله بل سقطت جثتهم في القفر في القفر والسبب مش لأنهم لم يروا العجائب لأنهم لم يؤمنوا والحكاية نفس الحكاية النهاردة يحنى 12 يقول لنا عن رب يسوع المسيح ده قالها الرب يسوع بنفسه ويسجلها يحنى البشير قال مع أنهم رأوا آيات هذه عددها لم يؤمنوا به وانا بنادي على أخوات الأحباء وهم بيسمعون النهاردة حلو أنك تعرف أحداث الميلاد وتعرف أنك تعرف الحقائق الكتابية لكن ده ما يكفيش لدخولك السماء بالضبط ده تحتاج إلى الإيمان بالرب يسوع المسيح المتجسد المخلص مبارك اسم الرب لكن السؤال اللي بيطرح نفسه هل الإله يولد الواحد المتخيل أن الإله حاجة عظيمة جدا جدا وإله حي قادر وحاجة كبيرة مالية السماوات والأرض الإله العظيم ده خالق الكون ده كله يولد ويبقى بيبي كده صغير المشكلة والصدمة عند الناس الكثيرين أنه فاكرين أن الإنسان أصبح إله أي أو الإله أصبح إنسان يس ده صحيح فلا الإنسان أصبح إله ولا الإله أصبح إنسان لكن كما اخترت عنوان الحلقة الله ظهر في الجسد وتجلنا الآية الجميلة اللي جات قبل ولادة وتجسد المسيح بالسبعمائة سنة على فم أشعية النبي الإنجيلي اللي إحنا حدرتك تبضلت وقاريتها في بداية الحلقة لأنه يولد لنا ولد ولد ونعطى ابنا ونعطى ابنا هل يولد الإله؟ الإجابة لا الإله لا يولد بالزبط لكن ماذا حدث ماذا حدث الله أراد أن يأتي في سورة البشر الله جاء متجسداً في سورة البشر الإله لا يولد لأن الله روح بالزبط لم يلد ولم يولد الله روح لكن ماذا فعل الله جاء متجسداً في سورة النسوت اللي هو كلمة نسوت يعني الإنسانية جاء أنا قال عنه في فليبي أصحاح 2 آخذاً صورة عبد صائراً في شبه الناس الناس لكن الفرق بين كلمة يولد وليت قال عنه يولد لأنه جاء الإنسان يسوع المسيح النسوت في سورة إنسان فلما يقول يولد يا أخت سلوة يبقى يقصد بها الإنسان يسوع المسيح يولد لنا ولداً ونعطى ابناً طب متكررة ليه بقى لا ده مش متكررة لدي حكتين مختلفين ده النسوت ولا هو الدوت لأنه يولد لنا ولداً ده بيكلمنا عن الإنسان المتجسد يسوع المسيح يسوع المسيح وكل مرة يتقال يولد لنا ولداً أحباء المشاهدين يقصد بها نسوت ربنا يسوع المسيح على سبيل المثال لما يقول الملاك جبرائيل لمريم القدوس المولود منك لما يقول المولود يقصد بها الإنسانية هو هو يدعى ابن الله يعني هو المولود المتجسد هو نفسه ابن الله ابن الله فلما يقول يولد لنا ولداً يقصد بها النسوت ولما يقول نعطى ابناً خلي بالك ما قالش يولد ابناً قال ونعطى ابناً ويأرجد فالابن موجود منذ الأزل لكن الله عمل ايه؟ قدموا لينا قدموا لينا يسوع التفل صغير فالذي ولده هو النسوت عشان كده قال يولد لنا ولداً والذي جاء إلينا عطية الآب هو اللهوت فقال لنا نعطى ابناً ابناً وكل مرة تيجي فيها كلمة لفظة الابن في العهد الجديد يقصد بها اللهوت أجيب آيتين وأحب أقرأهم مع أحباء المشاهدين لقى ثلاثة عدد اتنين وعشرين وبعدين هقرأ آية تاني كمان من من مثلاً من غلطية اتنين عدد عشرين الأول لقى ثلاثة اتنين وعشرين لما كان المسيح في المعمودية ونذل عليه الروح القدس بهيئة جسمية مثل حمامة وكان صوت من السماء قائلاً أنت ولدي ولا أنت ابني آه الألفاظ الكتابية مش وبس أنت ابني الحبيب الذي به سررت أرجع تاني أو بك سررت لما يقول يولد لنا ولداً يختسل ويقصد بها النسوت لكن لما يقول نعطى ابناً يبقى يقصد بها اللهوت أقرأ غلطية غلطية اتنين عدد عشرين الآية المشهورة اللي قالها الرسول بوليس لما بيكلمنا عن إيمان الرب يسوع المسيح أنا مشاعر الآية كلها لكن ها أرى آخر الآية فقط فما أحياه في الجسد إنما أحياه في الإيمان إيمان ابن الله مش ولد الله إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي يبقى باختصار ألخص اللي قلته لما يقول يولد لنا ولداً يقصد بها النسوت ولما يقول نعطى ابناً يقصد بها اللهوت اللهوت الموجود الإبن اللي جالنا صحيح ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي ده صحيح كان ناس كتير على التليفونات يقولولي إزاي بتؤمنوا بإنسان تقولوا عليه ده هو الله فأنا كنت برد عليهم مش عارفة الرضي ده كان صح ولا لا كنت أقوله لو أنت كلمتني عن الله وقلت لي فيه إله و الله و الله أنهي الله فيهم هسدق إزاي إن فيه الله إلا لما أشوف بعنايا إزاي يعني الله بيتحرك وبيعمل وبيعمل معجزات وبيحبني وبيقدم إنما لما أتكلمني عن حاجة اسمها الله من غير ما أشوفه مش هقدر أصدق صح كلام مزبوط كلام مزبوط هو الناس عايزة تشوف حاجة مع إنه مع إنه الله يتصدق بالإيمان هو ده صح بس الله اللي الناس بتدور عليك جالهم للأرض الله جالهم للأرض أنت عايزة تشوف طب أنا أجيلك للأرض أنا هوريك نفسي هوريك نفسي عشان كده ايه قولي معي حضرتك والكلمة صار جسدا وعمل إيه حل بيننا ورأينا مجده إنت عايزة تشوف ربنا أنا هجيلك مع إنه قال زمان لموسى الإنسان لا يراني لسه هقولك الآي دي الإنسان لا يراني ويعمل إيه ويعيش ويعيش بس أنا هجيلك أنا هجيلك أنا هجيلك في الصورة اللي تقدر تستحملها تمام لإنه أنا لو ليه قاله اللي يراني لا يعيش لهوته نار أكلة ما نستحملهاش طبعا طبعا نار أكلة ده لما نزل على الجبل زمان يكلم موسى الجبل قعد يدخن أيوة طبعا الجبل تزلزل وطباب وصوت زوبعة وكلمات استعفى الذين سمعوه أن تزاد لهم كلمة واحدة زي من ألف عبرين 12 فربنا في محبته قال مش هجيلكم بالصورة المرعبة لكن هجيلكم في صورة إنسان أخلى نفسه آخزا صورة عبد صورة عبد عشان كده يكتب لنا الرسول يحنى وحب أقرأ الآية دي مع أحباء المشاهدين يحنى الأولى أصحح واحد يقول لنا في عدد واحد يحنى الأولى واحد وعدد واحد يقول إيه الذي كان من البد الذي كان من البد الذي سمعنا الذي رأينا بعيونانا وإيه كمان تاني الذي شهدناه وحلوة كلمة اللي جاية والذي لمسته أيدينا أيدينا عشو ربنا هو ربنا جالك مع إنه ربنا ما يتشافش بس الله في محبته عمل لنا مفاجأة صح ظهر في الجسد مانيفستد وز مانيفستد جالنا كده وقال لنا أنا هوريكم أنا شكل إيه وهوريكم محبتي وهوريكم إحساني وهوريكم وأنا بتمشى في الشوارع بتاعتكم وباكل معاكم وبرثي يقول عنه المرنم ألم يعيش هنا في الأرض غلبان ومسكين وافتقر وهو الغني يطعم ويصفق الله جالنا الله جالنا هللويا مبارك اسم الرب ده صحيح الواحد ساعات بيبقى مخه كده يعني بيقوله لو للنعمة لو لم أقدر تستوعب صحيح اللي إحنا بنسمعه ومؤمنين به لو المسيح ما تجسدش كان حاجلنا منين الإيمان كانش هيجي الإيمان وكاليحق الملحد يقولك طب هو رب تقول ربنا في السامة طب هو ده ربنا بنشافه من صعد إلى السماوات ونازل ونازل صح كده ما أنا لما جوبت على الناس اللي هما مش مسيحين دول فبقوله لما تحكي لي عن ربنا مئة سنة هقولك مش عرفني إن كلامك صح ايه لكن لأن الله تجسد بالضبط بالضبط و أعلن عن نفسه و أحبني حتى الموت قال يوم الرب كده في يحنا عشرة لو لم أكن قد جئت وعملت بينكم آيات لم يعملها أحد لم تكن لكم خطية ده صحيح لو ما كنتش جئت لكم من السما شهاد علينا لأنه لو ما كنتش جيت هيقولك طب من صعد إلى السماوات ونازل ده صح مين شاف الله ولا واحد ولا حد هنؤمن بزي لكن جالنا ربنا متجسدا هو الله آخذا صورة عبد صقرا في شبه الناس عشان بيقول للإنسان أنا بحبك وعايز أخلصك وعايز أمشي معك أمين أمين خليني أخذ المكالمة دي ونصلي ونكمل كلامنا أهلا بك يا أخي أندرو سعداء جدا إن حضرتك معنا في الحلقة كنا نحب نشوفك ألو ألو أخي أندرو أهلا وسهلا بيك آه سلام مسيح وتسهل وربي بارككم سلام سلام مسيح للرجل الله خدم الرب المبارك للأخيلية أهلا بيك ربنا يبارككم وبصراحة أنا مستمتع جدا بالتعليم الرائع جدا اللي بيقدم رجل الله كعادته أخي أندرو سعيد سعيد جدا نسمع صوتك حبيبي ومشتاء لك ربي بارك رجل الله أنت شخص عجيز على قلبي جدا سكر رب الأجل استرداء ملي الحقيقة لأنوان يا أختي سالوة أنوان في الجون أيو وحرك سألتي سؤال من شوية لرجل الله هل الله يولد وده سؤال وده سؤال وحل ناس كتير جدا ملايين بيشاهدونا أيو وأكثر من مليار ونصف على مستوى العالم وقف قدام السؤال والمعضل هل الله يولد وده اللي خلى ناس كتير جدا وقفة مش قادرة تأخذ الخطوة تتستوع بالموقف رغم عظمة شخصية المسيح ورغم تفوق شخص المسيح في كل الكتب بسا الكتب اللي قللت من مقامه ومكانته ظنا أنه هما بيضيفوا إليه نوع من التكريم برضو ما قدروش إلا أنه يظهروا عظمة شخصية المسيح ناس كتير جدا واقفة مين ده مين ده وليه بالطريقة دي يدخل العالم وليه حياته بالطريقة دي يعني زي ما أحد الخدام المباركين طلع كتاب مفوش غلطة ولا غلطة يعني شخص فعلا القدوس المولود منك يدعى ابن الله شخص كامل في حياته في تعليمه في أعماله في كل شيء ولنوجد شخص على ظهر المسكونة ظهر بمثل ما جاء في المسيح وما جاء به المسيح هو شخص فريد من نوعه ويعني أنا بصلي لكل المشاهدين والكل اللي بيترحوا السؤال ده والكل اللي واقفين قدام السؤال ده والكل اللي مش قادرين ياخدوا خطوة يعني مرة حد سأل أستاذ كبير ودكتور في مصر رئيس جامعة دينية كبيرة جدا له وقال له يعني رفعت إيديها هي طالبها في الجامعة دي قالت له أنا واقفة قدام شخصية المسيح ليه هو الوحيد اللي اتولد بالطريقة دي ليه الوحيد اللي عاش بالطريقة دي ليه الوحيد اللي عمل الأعمال دي ليه الوحيد اللي حياتها بالطريقة دي رد رئيس الجامعة وده رجل مشهور مش عايزة أقول الأسماء رجل مشهور جدا 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 في المجتمع العربي كله والمجتمع الشرق كله قال له وأنا أقف معك في حيرة أمام هذا الشخص صحيح صحيح عشان كده أنا بصلي لأجل كل اللي بيشاهدونا ومستمتعين معايا بالكلمات الرائعة والتعليم الرائعة لأن رب النهاردة هيجي بنور جديد لأن رب النهاردة يرفع كل غشاوة موضوع على العيون لأن رب النهاردة يرفع البرقة اللي موضوع على الأجل والعيون عشان يمنعهم أن هم يشوفوا جمال يسوع المسيح يا رب أنا بصليك اسم الرب يسوع يكون الحلقة النهاردة يا رب يكون كل كلمة بيرسلها الروح القدس من خلال يا رب خادمك ومن خلال ابنك يا رب تكون يا رب سهام قوية يا رب تغير النفوس تضي بصيرة النهاردة يا حبيبي يا رب النهاردة شبكة النعمة يا رب تتفرد يا رب تجذب إليها كثيرين من المشاهدين يا رب ناس واقفة النهاردة زي ما أنت كتبت في أشياء تمانية وعشرين عن المسيح أنه حجر امتحان ناس واقفة قدام السؤال كناس امتحان يا رب مش قد رأي إجابة للسؤال ده مين ده مين المسيح ليه هو يا حبيبي ليه هو متفرد ليه هو عظيم بالطريقة دي ليه هو رائع بالطريقة دي رغم عدد السنوات القليلة اللي قدرها المسيح للأرض لكن أثر وبيأثر يا رب أنا بصلي أني يلاقوا إجابة النهاردة يا رب يا رب يحسوا نفقدوا شيء الحسابات اللي اللي ماسكى الناس يا رب بتخصرها أبديتها النهاردة حرية يا رب لأه هو ده وعدك انحرركم الإبنة بالحقيقة تكونون أحرار نعم النهاردة يا رب ما يكونش مناسبة فقط ولا احتمال يا رب لكن يكونوا يوم ولادة زي ما بنحتفر اسم يسوع يناد رب المجد النهاردة يكون في ولادة شهدات ميلاد بكده الحسابة يا رب عن نفس عن أسر بالكامل عن عهيلات بالكامل يا رب افتح العيون يا رب يا رب لأكمل أشخاص يارب يكون انت اليوم حجر صدمة أو حفرة لكن النهاردة يكون انت اليوم يا رب حجر زويا كريم اسم يسوع يا رب اسم الرب يسوع يا رب يعلنوك ملكة على حياتهم يفتحوا قلوبهم النهاردة يا رب عشان تملك على حياتهم عشان تكون انت النصيب الصالح ليهم عشان يكونوا يا رب بيختبروا محبتك بيعرفوا مين هو الله الحقيقي يا رب يعرف يعني حياة أبدية ليهم مصير أبدي معد رائع مدفوء ثمن مقدما على حساب دم يسوع المسيح يا رب انا مصلي انه ما فيش حد يا رب يتعدي كلمة يا رب ما يأفشح قدامها كل شخص كل كلمة كل كلمة يا رب تنخس القلوب يا رب يا رب ابنك يتكلم بكلمات الحق والاستقامة لكن جهد دور عمل الروح القدس يا رب زي ما بوبت enabled تكلموا فتحطموا ليتكلم لكن الروح القدس هو ما ضمن التأثير والروح القدس هو لنحة القلوب النهاردة الروح القدس ينخس القلوب يا رب يلمس القلوب يا رب يشيل كل جمود تكون كلماتك كمطرقة تحطم باسم يسوع كل سخور أفقار فيها رفض فيها إنقار فيها تطاول فيها استهزاء فيها أشئلة بغرض الاستهزاء هذه سخور الوضائع على العقول والأذان تحطم النهاردة في اسم الرب يسوع يا رب بصلي الأجل بلدنا المحتفلين بالأعيات في الوقت اللي جاي يا رب حماية في الدخول والخروض يا رب يا رب ايوه حماية دمك يا رب في اسم يسوع حماية دمك يا رب على كل كنيسة على كل يا رب تجمع على كل خروج على كل عائلة على جميع أنف الشعبك يا رب في اسم الرب يسوع يا رب بصلي الأجل باقي وقت الحلقة استخدام مبارك يا رب وصمر في اسم الرب يسوع بصلي الأجل ابنك حيثما يذهب يكون واجهة سائر أمامه يعطي له نعمة وحكمة عند افتاح الفم في اسم الرب يسوع بصلي الأجل البرنامج استثمار وهذه الحلقة يا رب هي الحلقة الأولى في السنة الجديدة استثمار مضاعف ومبارك والتقدم رائع من قبل الروح القدس وبصلي الأجلس القناة القرن يا رب امتداد اسم يسوع يا رب وفيد من البرقات يا رب وتزديد كل الاحتيارات يا رب ويكون هتكون هذه السنة الجديدة رب سنة ولادة نفوح وعائلات وأثر سنة الولادة يا رب سنة الولادة اسم يسوع يعرفوك يعرفوك موجود في الحلقة يا رب في اسم الرب يسوع آمين آمين بنا يبركك يا أخندو نستمتع بالرب يقدم من خلالكم الرب يحفظك شكرا ليك وشكرا لمشاكتك أخي لي المسيح ابن الله ولا ابن مريم ابن من هو كما يزعم كثيرين هذا التعبير لا يوجد في الكتاب المقدس على الإطلاق ابن مريم استخدم مرة واحدة أحب أراها على الشاشة في إنجيل ماركوس أصحح ستة وعدد تلاتة قالوها لما أرادوا أن يحقروا من المسيح فقالوا أنه ابن مريم مع كل التأدير والحب والتطويب للقديسة العذراء مريم لكن المسيح ليس ليطلق عليه في الكتاب ابن مريم قالوا عنه لما أرادوا أن يحتقروا أليس هذا هو النجار ابن مريم لما يقولوا النجار يعني بيحتقروا أو الناصر يبقى بيحتقروا لكن من أراد أن يعظم المسيح لا يقول عنه ابن مريم لكن بطرس قالوا أنت المسيح ابن الله إذن تعبير ابن مريم ليس كتابيا على الإطلاق رغم أننا نحب القديسة العذراء المطوابة مريم وجميع الأجيال تطوبها زي ما قال الكتاب بكل تقدير واحترام لكن المسيح الإسم الحقيقي له في الكتاب هو ابن الله ابن الله الذي أحباني وأسلم نفسه لأجلي إذن هو ليس ابن مريم ولا ابن يوسف لكنه ابن الله ابن الله لأن ألها الملاك الروح القدس يحل عليه تمام وقوة العلي تظللك لذلك القدوس القدوس المولود منك يدعى ابن الله هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى يدعى مبارك اسم الرب فهو ابن الله هذا هو التعبير الصحيح الكتابي هو ابن الله أوكي طيب المسيح تجسد عشان يورينا ذاته ويقرب لنا فكرة الله لنا ولا علشان غرض تاني ليه تجسد زي ما قلت من شوية هو جاء لكي يظهر من هو الله أي عشان كده قال عنه يحنى واحد عدد 18 الله لم يره أحد قط الابن الوحيد الذي هو في حضن في حضن الآب هو خبر خبره ديكلير جه المسيح عشان يقول لنا من هو الله استحال أن يعرف الله في ذاته وجوهره بدون تجسد المسيح الخليقة تعلن ده لأن الله روح ولا أن الله لا يراه أحد قط أولا لأن الله عظيم قال عنه الكتاب أنه هو عظيم ولا ندركه لأن الله قال عنه الكتاب أنه هو العالي الجالس فوق كل كرة الأرض وسكانها كالجندب من عرف فكرة الله أو من صار له مشيرا مشيرا الخليقة تقول لي الله عظيم في الخلق السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يدي لكن عشان أعرف كينونة الله وذات الله كان لابد أن الله يظهرها لنا في ذاته عشان كده مثلا لما يتقال في عبرانين واحد الآيات المعروفة الله بعدما كلم الأباء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله ورسا لكل شيء أنا عايزي الآية اللي جاية الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره رسم الجوهر يعني المعبر عن ذات الله الداخلية ورسم جوهره شكرا للألفاظ الأخ المخرج جابها لنا على الشاشة للوقتي الذي وهو بهاء مجده لمعان مجد الله لمعان مجد الله من رأاني فقد رأى الآب الآب هذا يبهاء مجد الله ورسم جوهره أي السورة المعبرة عن ذات الله الحقيقية الحامل لكل الأشياء بكلامة قدرته يبقى إذن تجسد المسيح عشان يقول لنا الله من هو الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر هو خبر ودايما هي المشكلة يعني ابن الله ابن الله إزاي يعني الله تجوز السؤال دايما اللي بيصطدم به العقل البشري هل الله تجوز وخلف لنا واحد هو الله تجوز مريم ولا تجوز مين حاشا لله أنه يتزوج وحاشا لله أنه يعمل حاجة زي كده لكن ابن الله لها معاني في الكتاب لو تسمحي لي تديني دقيقتين تلاتة فضل كلمة بنوة اللي عاملة مشكلة عند الناس الناس لما نقول لهم ابن الله يقول لك الله ما تجوز احنا بنقول لنا أن الله تجوز آبدا حاشا حاشا له كل المجد احنا عارفين أن كلمة بنوة أو ابن الله احنا عارفين أن كلمة البنوة بتستخدم كذا استخدام ففي بنوة مجازية وفي بنوة روحية ايوة وفي بنوة جسدية جسدية يعني ايه بنوة جسدية يعني واحد تجوز وخلف ولد دي بنوة جسدية طبعا لكن في بنوة مثلا مجازية يعني مثلا لم يقول الكتاب مثلا وبانوا الملكوت يطرحونا خارجا ايوة يتقال عن برنابة ابن الوعز دي بنوة مجازية ايوة لم يتقال عن الكتب والفرسين اختسلوا يطفون البحر والبر اللي يكسبوا دخيلا واحدا وما تحصلوا يجعلونه ابنا لجهنم صح يبقى ابن جهنم او بنوة الملكوت دي بنوة مجازية مجازية لكن في بنوة روحية كمان ايه البنوة الروحية انا وحضرتك لما نقبل المسيح مخلص لحياتنا نبقى اولاد الله اولاد الله البنوة دي مش مجازية ولا هي جسدية لكنها بنوة روحية روحية صح تمام اما كل الذين قابلوا اعطاهم سلطانا ان يصيروا اولاد الله اولاد الله انا عايز اوصل بقى لبنوة المسيح بنوة المسيح دي بنوة اتقال عنها تعبير خمس مرات في الكتاب وحب اقرأ منهم بعض الشواهد اطلع انجيل يحنى واحد دلوقتي ويحنى ثلاثة واكتفي بيهم بنوة بنوة وحيدة اتقال عن المسيح خمس مرات في العهد الجديد ابن الله الوحيد الوحيد مبارك اسمك يعني دي بنوة من نوع خاص اقرأ انجيل يحنى اصح واحد في الاول مثلا اخذ يحنى واحد اربعتاشر وطمنتاشر عشان اشوف فيها استخدام كلمة الوحيد دي يعني دي بنوة فريدة زي ما احدك قلت بنوة ملهاش مسيح ملهاش زي بالضبط والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد لوحيد من الآب مملوء وحيد بنوة وحيدة عدد 18 كمان بعد اذن حضرتك يقول لنا الله لم يره احد قط الابن الوحيد يلقر معي احباء المشاهدين الابن الوحيد الذي هو الذي هو في حضن الآب هو خبارة الوحيد يحنى 3 16 المشهور لنا كلنا هكذا احب الله العالم حتى بزل ابنه الوحيد ابنه الوحيد يبقى لما اقول ابن الله دي مش بنوة جسدية ولا بنوة روحية ولا بنوة مجازية لكن دي بنوة فريدة ابن الله الوحيد ويبقى السؤال يعني ايه بقى ابن الله اقول تعبيرين واكتفي بيهم تعبير الاولاني المعبر عن ذات الله المعبر عن ذات الله احنا قرينا يحنى 1 18 نطلحها تاني يحنى 1 18 هيقول لنا الله لم يره احد قط الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبارة اعلانة يعني ايه ابن الله يا اخت سلوة يعني المعلن عن ذات الله اللي قال من رأاني قد رأى الاب لكن كمان بنوة المسيح يعني بنوة مش بس المعبر عن ذات الله لكن المعادل لله صح جيل يحنى صح خمسة لما المسيح له كل المجد شفى المفلوج وبعدين حبوا يرجموه قال لهم المسيح في انجيل يحنى خمسة قال لهم انتوا عايزين ترجموني عشان اي حاجة انا عملتها اي سبب قالوا له مش هنرجمك لانك انت عملت المعجزة في السبت لكن لانك قلت ان الله ابوك اسمع التعبير اللي جاي معادلا نفسه بالله فاليهود يفهموا او 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 في التعبيرات اللهوتية اه طبعا فاللي يقول ابن الله معناها مساوي لله في الجوهر مساوي لله في الجوهر الله جالنا جالنا المسيح ابن الله شكرا لحضرة المخرج جابهلنا قال لنا بل انك قلت ان الله ابوه وبعدين بشرحوا ايه بقى المعنى المعادلا نفسه بالله بالله هذه البنوة التي نؤمن بها الله جاء متجسدا وقال لي في لبوس نفس الكلام بالضبط ما رأاني انا معكم زمان هذه مدة ولم تعرفني يا في لبوس الذي رأاني فقد رأى الاب فقد رأى الاب امبرح ركب مع واحد في تاكس هنا وبعدين احب انكوش مع التعوى التاكسات بالذات وهو بعدين قال لي طب اسألك سؤال هو بقى تلعى عنه مذاكر يعني قال لي ازاي يبقى ابن الله وابن الانسان واوه هو مذاكر قال لي 53 تايمز اتقال عن المسيح نوى 53 مرة قال لي دا مش 53 دا 85 على فكرة اصلح لك المعلومة كمان هو فكرة يمسكني منها يعني قال لي دا 85 مرة تلعن المسيح ابن الانسان قال لي دا باردوكس دا تناقض قال لي مش باردوكس ولا حاجة قال المسيح واحد غيري وغيرك زي ما قالت الاخت اللي في الجامعة الدينية اللي قال عنها الاخ اندرو وقفة متحيارة اش معنى دا يولد بالطريقة دا دا عجيبا مشيرا الها طديرا ابو الابدية او ابن الابدية يعني ابو الابدية رئيس الايه تفريد فيحمل طبيعته هو انسان كامل عشان كده ابن الانسان يعني اللي خات سورة انسان وهو ابن الله اله كامل اله كامل مش 50% و50% طبعا لنحاك عارف يا اخت سلوة لكن 100% انسان و100% الله والهدف زي ما سألتيني من شوية عشان يقرب الانسان من الله زي ما سأل ايوب قال ليس بيننا مصالح مصالح يضع ياده على على كلينا كلينا نفسنا واحد من يعطيني ان اجاده ايه 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 اروح لربنا ازاي ايه اروح لربنا ازاي لا بوزة يقرب ولا كنفوشيسو يقرب ولا حد ولا اللي ماشيين وراء الناس النهاردة يقرب ايه لكن مين اللي يقربنا الله نزل بنفسه عشان يقربنا يقربنا ليه يقربنا ليه بحب التعبير دو واتمنى من الاخ الفاضل المخرج جيبها لنا كورنسوس التانية خمسة تسعتاشر تقول لنا الله جه في المسيح ليه ليه مش عشان يعمل لنا كورنسوس ولا يعمل لنا ايستر لا ربنا يجي عشان يعمل حاجة احلى من كده يلا نقرأ مع بعض الاية دي عدد تسعتاشر من فضلك هيقول لنا الله جه في المسيح عشان يعمله شكرا لحضر ايه ان الله كان في المسيح انا عايز ازجود هاليلويا انا عايز نسرق واقول هاليلويا الله كان في المسيح الله نازل كله في المسيح هاليلويا فإن فيه سر ان يحل كل ملء اللهوت جسدية جسدية هاليلويا كل كل ملء اللهوت ايه ده ايه ده ايه ده حاجة فوق الخيار طبعا لو ما خدناهاش بالايمان هنضيع ما نقبلهاش اغرب الايمان مخي ما يستوعبهاش كمنطق صحيح لان هي فوق المنطق فوق المنطق اوعى تفكر الموضوع اللي بنتكلم فيه المنطق بتاع عقلي المحدود اللي قد كده احط فيه فكرة الله الغير محدود لما تفكر كده هتضيع نفسك ولا هتحصل شمال ولا يمين وحتقف محتار وضايع في النص لكن امن وقوله اكشف لي عن نفسك اكشف لي عن ذاتك واضح لي من تكون انت وعلى فكرة عايز اقولك وعايز اقولك كل اللي طلبوا ان الله يكشف لهم عن ذاته والمسيح يظهر ليهم ظهر ليهم نعم واضح لهم شخصه وفهمهم ان هو الوحيد اللي صالحنا مع الله وجعل لي وليك وليك وللاخ لي حياة وحياة ابدية عايز اكمل ايا مرة تاني ايوة اي ان الله كان في المسيح لو نقدر نجيبها على الشاشة مرة اخرى الله كان في المسيح ليه الله كله نزل في المسيح المصالحا العالم لنفسه صح غير حاسب لهم خطياهم هو ذا الهدف اللي جه الله من السماء ظاهرا في المسيح عشان يصالحني انا وانت مع الله هل تذوقت سلاما ونعمت بالفداء من مسيح بدماه اجزل لنا العطاء راضيا ضحى غناه حتى يغني الفقراء جاء للانسان نورا فاذا الكون ضياء طيب فاضل دقيقة واحدة شوف بسرعة الحلقة بتخلص والكلام الرائع عنه في الابدية مش حينتهي تسيب مع المشاهد افكار سريعة خلال الدقيقة دي اخي اقول لاخوة الاحباء الله العظيم اللي بيحبني وبيحبك صحيح هو الله تعالى لكن الكتاب المؤدس بيقول الله تنازل جاء ظاهرا في المسيح يسوع هو الله الكامل والانسان الكامل عشان يخلصني ويخلصك عشان يديني حياة ابدية ويديك حياة ابدية وكمان قال عنه كان ينبغي ان يشبه اخوته في كل شيء جه متجسدا علشان يشبهنا في ظروفنا وفيما قد تألم مجربا يقدر ان يعين المجربين اشجعك تعال النهاردة اليه حط ايدك في ايديه يخفر ذنوبك يطهر اثامك بعمل الصليب ويعطيك حياة ابداية يمشي معاك حاسس بيك بيحبك فليس لأحد حب اعظم من هذا ان يضع احد نفسه لاجل احد ربنا يباركك يا اخي اليه ويستخدم الكلمات دي كمترقة تحطم كل صخر في اسم الرب يسوع فنعرف الاله الحقيقي وحده ويسوع المسيح الذي ارسله نشكركم احبانا المشاهدين ومرتاني بقولكم كل سنة وانتو طيبين الى يوم مجيء الرب اعرف الرب يسوع فتعيش اسعد انسان على وجه هذه الارض الى اللقاء في حلقات قادمة انتقلنا الرب في مجيء وليكم كل بركة ونعمة والرب معكم احنا احنا جنود الرب الهنا احنا الحرّص على الاسوار احنا 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 شكرا